بسم الله الرحمن الرحيم آآ نبدأ بالصلاة على الحبيب سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد آآ لازم كده قبل ما نتكلم آآ طبعا كل يعتبر كله عارف ان ان احنا نبدأ ان شاء الله يوم اتناشر ستة واتخلصه يوم تلتاشر سبع اللي هو يكون شهر يعتبر كامل الموضوع آآ صعب نفسيا بس انتو قده احنا لسه نبدأ شهر تلاتة قدامك اكتر من تلات شهور فحاول اللي انت تكون مستعد استعداد كافي حاول تضغط على نفسك الفيضاء الجاي في بعض النصائح بقى لازم تكون عارفينها ان انت مسلا اللغة العربية اللغة العربية ديت اللي هي اول يوم لازم تبدأ من اول شهر ستة يعني ايه لازم تبدأ في العربية تقول لي ما انا عارجحها التلات شهر الجايين لا انت هترجحها ده حاجة مؤكدة لكن لازم من اول شهر ستة تبدأ يوم واحد في شهر ستة تكون بدأت ليه لازم تبدأ ترجع لنفسك يعني انت هتبدأ ترجع تشوف نقاط قوتك فين ونقاط ضفق فين طيب هتجي تليه نفسك ايه عندك بعض الحاجات الخفيفة ان شاء الله وقتها فهتبدأ تصلحها طيب لو انت مسلا قلت انا هستند يوم خمسة يوم ستة او يوم سبعة اللي هو اخد له اسبوع بس ده هيعمل عليك ضغط نفسي رهيب ليه لان انت بتلاقي اللي يام بتقل اه لو مسلا تكسلت اول يومين في اول اسبوع في الاسبوع اللي فاضل لك يعني انت لو بدأت يوم خمسة او ستة مسلا لو كسلت اول يومين بعض الشيء هتلاقي نفسك فاضل لك اربعة ايام او تلات ايام هتلاقي نفسك الضغط النفس هيتعبك جدا فحاول من اول شهر ستة تبدأ تزاكر لو تبدأ من قبلها فانت كده مية مية طيب انا عندي مسلا مادة بايزة فانا هيكون وقتها ممكن تلاقي نفسك عندك مادة مش او فيها خلاص زاكر طول يوم عربي مسلا عشر ساعات وتيجي اخر يوم تبدأ تزاكر ساعتين تلاتة للمادة اللي بايزة منك بس كلام مؤكد لازم تبدأ من اول شهر ستة يعني يوم واحد ستة تكون بدأت تقدر تبدأ قبلها ده تمام تاني حاجة نتكلم عنها هي الايه الرياضيات الناس اللي عندها رياضيات انت لازم اي حاجة واقعة منك او نسيح لازم تبدأ فيها من النهاردة ليه لان الرياضيات قبل كل مادة يوم زي ما احنا عارفين اللي هو قبل كل مادة بيكون يوم واحد يعني انت مسلا لو طلبنا هتلاقي هتبدأ الرياضيات اول فرع في الرياضة يوم سبعة تمام اللي هو هيبقى يوم الطلات بعدين هتمتحن انجليزي بعدين يوم الحد بعد الانجليزي يعني هتمتحن انجليزي خميس هتبدأ يوم الحد اللي بعد الخميس على طول هتمتحن تفاض Benga وبعدين انتمتحن التلات بعدين انتمتحن الخميس جبرا والنسة في الغيئة اللي هو اصلا ما فيش متنفس اللي انت تبدأ تراجع. انت تبقى ايه? يعني زي ما يقوله كده بتقرأ. لان الوقت مش هيسيعك. فلازم تكون مزاكنة الرياضيات كواس جدا. اي فرع انت مش كواس فيه لازم تزبطه من دلوقتي من النهاردة. تمام? لازم تشوف كل حاجة عندك علشان تكون جايز للامتحانات. ان شاء الله. تلاتة حاجة نتكلم عنها ولازم الناس كلها تعمل حسابها. اللغة الانجليزية. نفس الكلام زي الرياضيات. ليه? لازم تتكنها اول حاجة. لازم في اللغة الانجليزية تتكنها من دلوقتي. لان قبلها يوم او يومين. بالكتير يعني. فانت لازم تتكنها علشان اللغة الانجليزية في الناس كتير بتستهف تقول لك الموضوع ده كلمات وانا فاكر الجرامر وكده هبتيجي تلاقي نفسها نقص عشر درجات ولا عشرون درجة في اللغة الانجليزية فبيبوز للدنيا جدا. ولازم طبعا تكون خلصت كتاب مراجعة. ليه? لان انت عندك اللي امتحن هيكون يوم الخميس او يوم الخميس يوم ايه? هيكون موافق ستة سبعة. قبلها على طول يكون يوم يوم التلاتة عندك الناس اللي عندها الرياضيات. تمام? هتنتحن يوم الايه? ايه التلات. فيعني يعتبر الموضوع هيكون صعب عليكم جدا جدا جدا. فلازم اللغة الانجليزية. تكون يعني حلت عليك كتاب مراجعة تمام? انت هتبقى تحل وتصحح اخطائك مع المدرس بتاعتك. او المدرس. آآ علشان تكون يعني آآ وصلت الفورمة كويس. هتبدأ يوم هتشوف الاخطاء اللي انت كنت غلطان فيها في الامتحان. يعني انت هتبقى تحل الكتاب. اي غلط هتغلطه هتكتب في ورقة كده او في كشكول. لازم في كشكول. تبدأ تشوف غلطك ايه? والقاعدة اللي انت كنت غلطان فيها ايه? علشان تبدأ. يوم هتكون جاهز في اسرع وقت تتراجع كل الحاجات اللي انت وقحت فيها او اللي مش كويس فيها. تمام? اللي هو ايه? تكون جاهز مية في المية. علشان كده يا جماعة محدش يعني ايه يعني يوقع نفسه في الاخطاء دي. من النهاردة. الناس اللي عندها رياضة تبدأ تتكنها. اللغة الانجليزية لازم تبدأ تتكنها. علشان ما تجيش يوم هتقول يا ريتني او ما كنتش. العرب يا جماعة محدش يأجله علشان ما تقعش في الغلطات اللي صحابك بتوعوا السنين اللي فاتت وقعوا فيها وسألوا الناس لازم في العربي تبدأ بدري شوية لان الضغط النفسي بيكون قبل اول امتحان بيكون صعب 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 بيخليك بدلا ان انت عندك فورمة اللي انت تذاكر مسلا اه عشر اتناشر ساعة في اليوم ممكن تذاكر نص الوقت ده بسبب الضغط النفسي. فلو انت بدأت بدري هتفضل محافظة على الفورمة بتاعتك تذاكر كل يوم عشر او اتناشر ساعة لان انت ايه هتكون يعني هادي نفسيا لانك انت مسلا خلاص الجزء من العربي فكل يوم بتخلص هتيجي على يوم سبعة تمانية اه في اول شهر ستة هتلاقي نفسك يعني خلصت العربي بتبدأ تراجع مراجعة اللي هو ايه مراجعة اللي بيقولوا عليها مراجعة تتفن بها المادة او المنهج. وكده انتكون خلصنا الجزئية ديت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.